الكبرى الملك يعد أطول صعبان سام في العالم يصل طوله إلى 5 متر ويزن ما يقارب 6 كيلو جرام ويسمح بصر هذا الصعبان برصد شخص متحرك على بعد نحو 100 متر ويعيش في الغابات الكسيفة والمستنقعات والأراضي الزراعية ويفضل البقاء بالقرب من البحيرات والجداول وبرك الغابات وعندما تتعرض القبرى للتهديد يمكنها رفع رأساها عن الأرض بنحو سلسة طول أجسامها وتعود شهرة القبرى الملك ليس لقوى سمها وإنما بسبب كمية السم التي تحقنها في الضحايا استوفر كل لدغة نحو 7 مليمترات من السم ويأمي للصعبان إلى الهجوم ب3 أو 4 لدغات سريعة هذه الأدغة بإمكانها قتل شخص بالغ في غضون 15 دقيقة وفيل في غضون ساعات قليلة يصطى صعبان الكبرى الملك بعينيه ولسانه ولأنه يعتمد على بصر الشديد فهو أقصر نشاطا خلال النهار ويتغزى على السعبين الصغيرة والقوارض والطيور والسحالي ويتعرض للإفتراس من قبل النمس فهو المفترس الرئيسي لها كما أنه محصن ضد السم وقادر على السباحة بشكل جيد والتحرك بسرعة عن الأشجار والأرض ويتزاوج بين يناير وإبريل ويتصارع الزكور مع بعضهم البعض للتنافس على الإناس بعد التزاوج تضع الأنسة ما بين 21 و40 بيضة بيضاء من الجلد ويبقى الزكار بالقرب من العش للمساعدة في حمايته بينما الأنسة تبقى مع البيض ويفقص البيض في الخريف ويميل الصغار إلى اللون الأسود مع خطوص صفراء ويغادر الكبار العش بعد فقص البيض ولكن قد يتزاوج مدى الحياة ومتوسط عمره هو 20 عام